السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حمزة سالم واهلا وسهلا بكم اليوم هيك مغيرين لفيو ارجع لورة شوي زي هيك اليوم يا جماعة اليوم يا جماعة كوفي بريك بس احلى ايشي انه كوفي بريك اليوم شاي بريك انا طبعا يا جماعة عندي شي مقدس باشرب وصخن فنخلص بسرعة وارجع اشرب شاي طبعا القهوة القهوة معي توهان اربع خمس ساعات من كنت تقول معي كاس القهوة طيب يعني بتعرفوا شاي لازم اخذ الهاي الرشفة الاولى هيك على شاي الغزالين الاردني في نص روسيا المهم بسم الله موضوع الانجليزي اللي هو السؤال اللي دايما متكرر هل الانجليزي مهم للبرمجة هل الانجليزي ولا 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 اه مهم يلا خلص الفيديو فعلا الانجليزي من اهم الاشياء لتعلم البرمجة انا هذا رأيي الشخصي انا محكي لك يا بتعرفش انجليزي في عندك مشكلة كبيرة في الحياة حتى في كل شي خلينا احكي لكم اجماعة يعني احاول ادخل في التفاصيل شوية عشان تفهموا ليش هذا الانجليزي مهم خلينا احكي لكم عني انا انا حمزة سالم بارش اذا حدا متابعني من قبل انا يا جماعة من 2018 طلت على روسيا عشان اكمل ماستر بعدين كمل الدكتوراه وهيني على تاب التخرج من الدكتوراه طبعا كل اشي شفته او كل فرصة اجتني من بعد 2018 كانت بسبب اني ناطق باللغة الانجليزية مرة ثاني كل فرصة سواء علم سواء مؤتمرات سواء شغل سواء كانت لني بحكي لغة انجليزية راح تقولي اه بس انت بروسيا بتعرفش بتحكي روسي بحفيش روسي انا جاي هنا على الجامعة بدرس بالانجليزي كل شي اجاني لاني متعلم لغة انجليزية راح تقولي طيب يعني يوم الانجليزية فادتك في تعلمه لاني تعلمت سابقا وانا انجليزيات ضعيفة لكن اليوم اللي بدي احكي لكم ايام انا بدي احكي مع الناس اللي بتفكر في المستقبل ما بدي احكي باللي بتعلمه واللي بيسأله هل الانجليزي مهم لتعلم البرمج ولا لا هنا جوابناك اول شي بس انا اليوم تحكي لك ليش الانجليزي مش بس مهمة الى ما بعد تعلمك البرمجة لما تصير مبرمج اول فكرة فكر فيها توسيع السوق يعني انت بالنسبة اليك الان الحياة صارت اوسع يعني تخيل انت اليوم تحكي عربي مين ممكن يوظفك 20 50 شركة في الاردن 70 شركة في مصر 100 شركة في الخليج تمام حتى الشركات الخليج ممكن نستثنيهم لما في بعض الشركات اللي بتعينيش غير اللي بحكو انجليزي فرح تقول لي انو اه اوكي انا بس احنا بنحكي عربي جوا هاي الشركات والشركات هاي كيف يا انا فاهم وحتى لو بجي بعملوا لك تست انجليزي بكون انشي تافه تخيل هذا الرقم اللي احنا حكيناهم اضربه بعشرة وبعشرين وبخمسين في بعض الدول لعدد الشركات اللي بتدور عليك يعني مجرد ما تبلش لغتك انجليزية كويسة وتبلش تقدم لشغل بالانجليزي انت اليوم حطيت با على اعتاب ثلاث اربع اضعاف العدد اللي انت بتقدم له يعني فرصك زادت راح تقول لي اه بس هو ما بدهم واحد اكسبيرت وبروفيشنل مش دايما عادي ممكن حتى تكون جونير مش تغل في شركة لانه في ناس جونير ثانين بس لغتك الانجليزية كويسة اذا جونير انقبلت تكون جونير ديفلوبر في شركة عالمية عادي ممكن يعني عشان بس اوضح لكم كيف الفكرة يا جماعة من حد ما تبلش محادثة او لغتك الانجليزية جيدة في اللحظة هاي انت من حالك حتصير فاهم انه اه ها انا بقدر اقدم هيك انا بقدر اقدم هيك انا بقدر اتقدم من هنا انا انا لما انا الباب انفتح لي اكبر من الباب المفتوح الصغير لما تكون بس بتعرف لغة عربية طبعا يا جماعة خوارزمية اليوتيوب دور على المحتوى اللي بنعمل له عن جد والله الايدوتور الله يعطيه العافية هو قاعد برفع مستوى القناة كويس لذلك روح وعمل له سبسكرايب لحد عن جد المحتوى تبعه ممكن يفيدكم عن سبسكرايب عندي بس خليكم احبروني كيف بدك تروح تمام الان بدك انت حدا ننخذها هيك اكشن بوينت انت اليوم في الجامعة قاعد بتتعلم باللغة العربية اللي بدرسك باللغة بالعربي كذا لغتك الانجليزية محادثة سيئة لكن انك مشي حالك كويس بس بدك تاخذ الانجليزية انا برأيي تحاول تشتغل حتى لو بلاش وتصر في شركة تكون انجليزية كيف يعني دور على انترنشيب في شركة بتحكي انجليزي ارمي حالك في المحادثة احلى شي في اللغة الانجليزية جماعة انا من الناس اللي في الاردن في الفترة ما بعد التخرج ما كنت متدرب انجليزي يعني عادي لغة الانجليزية زي زي اي حدا اه ببلش احكي هيك اه 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 او كل هاي الاشياء لسا يعني في جزء من لسا مش موجود انا بحكي لكش اني انا اليوم اطلقت تبعتي زي جماعة تسا راح نحكي على لا انا لغتي كانت بسيطة لكن اللي يساعدني اني اليوم رحت على مكان انا مضطر ادرس بالانجليزي بالكامل ومضطر احكي مع الكل بالانجليزي عشان هيك في ناس بتعليق عليا بتقول لي حمزو يتكلم باللغة الانجليزية عشان تفصحنا علينا ما بدي اتفصحنا عليكم ما بدي انا قعد اقول لك اني انا بعرف كم من كلمة في الانجليزي لا يا جماعة لكن اللي قدامي بحكي انجليزي والخمسة الوراي كلهم اللي مش موجودين في المكاتب كلهم بحكوا انجليزي فيش غير صاحبي يمكن لك بالي اللي بحكي عربين وميام نشفر ما بيننا بنحكي كلام كل ناس بتحكي قدام انجليزي المصطلحات صارت تخطر في بالي بالانجليزي بالبداية يعني عرفتوا علي ووتر وعشان وكوفي بريك وقولك ليش منوها تقول قهوة قاب بعرف احكي قهوة بس ما خلاص ايش يسوي لك يعني الترند جاي على جوجل بده كوفي فكرة يا جماعة نرجع للنقطة الرئيسية كيف تحسنت لغتي اني اضطريت احكي باللغة الانجليزية مع حدا لذلك نصيحتي لكم اي حدا حاب ياخذ خطوة يقدم للشركات اللي برا وافتح باب انه عن جد يتعلم روح احكي انجليزي مع اي حدا بس ميش توقف اي واحد في الشارع تاليش تحكي معاك روح على انترنشيب لشركات انجليزي وحاول احكي مع الناس اقول لك حاول بس ادخل انتربيو بالانجليزي فقط لغ حاول احكي مع اي حدا باللغة الانجليزية واجبر حالك تحكي اجبر حالك تحكي غير هيك ما رح تتعلم العقل يا جماعة ما بتعلم غير لما نكون بالفايت اور فلايت اللي هو قاتل ولا اهرب هيك العقل احنا اليوم ما رح تحفظ في مصطلحات ما رح تحفظن غير من خلال العقلية هاي انه انا لازم احكي هاي الكلمة تطلع معك الكلمة عمرك ما بتنساها اما تظلك اه لا انا خلصت ستين الف كورس على يوديم يا ابصر شو حكي فاضي يا ذولا كلهم حكي فاضي ما رح تس تفيد منهم اللي فادني وانا ممكن احكي لكم اياها هاي كمان نقطة اللي فادني كان اللي صديق انجليزياته احسن مني بشوية فكنت دايما مصر لما اقعد معاه او نحكي على التليفون نحكي انجليزي حتى الناس كانت تضحك علي كنت روح يا جماعة اهل الاردن اقلقوا على الموضوع كنت اروح من دوار الواحة لدوار المدينة اللي بطل دوار المدينة بعرش ايش اسمه كنت روح بمشي على التليفون حط سماعات احيانا واحكي مع الشاب انجليزي فوانا ماشي في الطريقة جماعة تعوني الجهوة والطلع فيه واحد لونو براون ويحكيه بانجليزي ليش طبعا ليش بتاكديني اني اردني باني بحكي انجليزي اردني انجليزي اردني ايش يا جماعة وهي نقطة الاخيرة للاكسنت بس عشان هيك نطلع من الموضوع بالكامل انا عندي مشكلة في الاكسنت انا ما بحب الاكسنت يعني بحكيه في اللغة اللي بحكي باللسان اللي انا تعودت عليه انا مولود عربي بحكي عربي لساني عربي اوح عربي ليش بدك اياني الوي لساني عشان احكي الحرف اللي انا بقدر احكيه زي ما انا بدي لانه في ناس تانين بحكو لك بحكوه بطريقة ثانية يعني انا مثلا انا بحترمش بديش نقول بحترمش بديش حتى ما حدش يخذها على قلبه ويقول لك اوه حمز بحترمش فلان وفلان فلان ما بحب اعمل هذا الاشي اللي هو تبني الاكسنت تاخذ اكسنت وتبلش تحكي فيها اوه امريكن اكسنت اوه بريتش اكسنت وتبلش انه خلص هذا لغتك الجديدة لانجليزي لا انا بحكي انجليزي عربي اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه المهم مفهومة مفهومة ما عنديش مشكلة في النهاية انا بمثل لساني لغتي مفهومة عادي تلاقي اليوم واحد الماني هولندي بحكي انجليزي بتحس انه لغته الانجليزية مختلفة كيف حال تعطي إلى تفلق عبدالك؟ انا بالرأيي هي نوع من أنواع الرجل فضلكة نوع من أنواع الانسلاح السبب أحياناً بحسوه من الهوية عشان يتعطي نوعاً كيف يقول لكي أخير اخيراً كنت احكيها بانجليزياتي فعشان هيك مبين عربي يعني فعشان هيك ما بتلاقيش ان واحدة يجو كلوك او بحكي انجليزة بصريش بار وعلم عليها بار المهم على مدار شهر او شهر او اشي عن جد حسنت اه باللغة بالمحادثة وحسيتني عن جد صرت قادر اطلع على النيكست ليبل واطلع على العالم بره وغير عن هيك بعدين فتحت معي كثير فرص اني صرت اقدر اقدم اونلاين صرت اقدر اقعد مع ناس جايين من بره من بره البلد سواء كانوا مثلا ضيوف لمؤتمرات او اشياء زي هيك يعني كنت انشبك مع ناس تعرفش تحكي غير انجليزي وانا بدء مضطر احكي معهم انجليزي فهذا الاشي فادي لذلك يا جماعة ملخص اللي دحكي لكم ايا انا ما بحكي اليوم تعلم الانجليز عشان تعلم البرمجي هذا اسنشل تعلم الانجليزي لازم تعرف الانجليز انا بحكي انجليزي كمحادثة انجليزي كمحادثة حيفتح لك باب كبير وان شاء الله انو كمان يكون يعني باب رزق عشان تكونوا عارفين رواتب المبرمجيين بره اعلى بكثير من رواتب بلادنا ليش لانو العيش عندهم غالية لكن تقدر تشتغل ريموتلي حكيت مرة في فيديو ممكن تروح تشوفوه على موضوع الرواتب وشرحت هذا الاشي لذلك مستاهلة تتعلم مستاهلة تتعلم انجليزي لانو عن جد انت ممكن تحصل شغل ريموتلي في شركة كثير كبيرة تعطيك راتب زي ما بتعطي واحد في المانيا ولا في اميران امريكا وراتب محترم وانت قاعد في الاردن عايش عيشة الملوك واس اعطيكم الف عافية